المشاهدين ان شوار العروس جهاز العروس كان دايما كان يتنافس المصريون على اقتناء او شراء شوار العروس جهاز العروس ومن النحاس من حي النحاسين لان كما نعلم ان شوار كان شهرته او المادة الخام اكثرها ان تكون من النحاس ومن هنا كان الابريق والطشت وكل الادوات المصنع والحلال كله من النحاس وكان هناك مبايد النحاس يعني حكاية الالمونيا ده حديثة وعندنا كتاب وصف مصر فيه مناطق النحاس وفيه ازاي المبايد بتاع النحاس كان بيكون بعملية طبيعية النحاس وما زال لغاية النهاردة بعض الحرفيين في منطقة النحاسين بيعودوا يزخرفوا القطع بس ما عادش بقى هي للزخرفة للزينة انما للاستعمال والاستخدام اليومي ما عادش زي زمان واصبح حي النحاسين دلوقتي ينتج المنتجات النحاسية التي تستخدم للجوامع اللي هي كما مأذن الجوامع الاهلة المباخر وما شبه ذلك ما عادش وان كنت اتمنى ان يبقى حي النحاسين بالصورة القديمة الى وقتنا هذا انما طبعا انت عارف شوار العروس في الوقت الحالي تغير تماما عن شوار العروس بس ده معناه ان احنا زمان كنا بننتج كل حاجة الوقت احنا بنستورد كل حاجة انتاج مصري وكنا بنصدر يعني كنا بنصدر الزجاج والنحاس والخزف واكبر المناطق استيرادا للمنتجات المملكية بصفة خاصة هي مديرة البندقية فينيسيا الحالية في ايطاليا يعني البندقية راكمت صرواتها طبعا من المنتجات الصناعية المصرية نعم احنا دهوقتي بنستورد من ايطاليا خلي بالخبرة للأسف الشديد يعني بنستورد من ايطاليا اللزاز للأسف الشديد وبقول للأسف الشديد بنستورد من اوروبا الصيني الخزف بنستورد من اوروبا ومن الصين الجهاز العروس بالزبط والزجاج المنتجات الزجاجية بنستوردها من ايطاليا بزيال فاحنا تحولنا كنا منتجين الى قرن 19 الى مستوردين في القرن العشرين الواحد وعشرين اه عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين كمان بس كمان احنا كان عندنا ستايل كان عندنا زوء مصري طبعا